بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم بشيخ خباركم ان شاء الله الكل بخرج عناكم بحلقة جديدة عن بوب جو موبايل واليوم يا زقائر اشرح لكم مهمات الاسبوع الرابع عمن الموسم الرابع عشر او الشهر الرابع عشر فقبل ما نبدأ المقطع يا شباب اتمنى معتكم تخلوا لايك للمقطع والما ويشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الاشعارات فما اطول عليكم بالمقدمة خلوكم مع المقطع اوكي اصدقائي بالبداية نروح الاربي وبعدين نروح المهام ومثل ما تشوفون يا اصدقائي وياني مهمات الاسبوع الرابع فاول مهمة من مهمات الاسبوع الرابع يا اصدقائي يقول لك التقط كوكتيل موليتوف خلال ستعشر من المباريات في الوضع الكلاسيكي طبعا كوكتيل موليتوف كلكم تعرفونه راح اطلع لكم على الشاشة طبعا تاخذه خلال ستعاش مبارك يعني كل مباراة نحسب لك موليتوف واحد يعني اه ستعاش مباراة ستعاش موليتوف راح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعدها يا صديقي يقول لك فقط امنح ستعشر من الاعجابات لأعضاء فريقك فقط من تخلص جيم من تموتون وتطلع من الجيم راح تنطي اعجابات للا اصدقائك هنا هنا مطلوب من عندك تنطي ستعشر اعجاب تقدر تسوي هذي المهمة بالساحة انه انت تقدر تنطي اعجابات لفريقك وتقدر تنطي اعجابات الفريق الخصم وبالتالي تقدر تسوي هذي المهمة بسرعة المهمة اللي بعدها يا صديقي يقول لك للاسبوع الرابع والخامس امضي مئة من الدقائق في المباراة يعني هنا هذي المهمة هو ما تكررها عندنا هنا كل مئة من الدقائق تقضيها بالمباراة راح تاخذ خمسة وسبعين نقطة اربي وتكرر هذه العملية ست مرات هنا كاتب لك ستة من صفر او صفر من ستة هنا تقدر تكرر هذه العملية ست مرات يعني كل مئة دقيقة انت بالجيم راح تحصل على خمسة وسبعين نقطة اربي المهم اللي بعدها يا صديقي يقول لك اقتل ستة من الاعداء باستخدام بنادق القنص اليدوية في في الوضع الكلاسيكي طبعا كلكم تعرفوه هي اكثر خارطة تلعبوها طبعا هنا فقط يقول لك اقتل ستة اعداء تقدر تنوق الاعداء باي سلاح رش بس منتج تفنشة لازم تفنشة ببنادق القنص اليدوية اما بنادق القنص اليدوية يا اصدقاي نتعلم المخزون وبعدها تروح على اسلحة بنادق القنص اليدوية اللي يقصد بها اللي هي بنادق الاس ار اللي هي الكار الام اربع وعشرين والويند اربعة وتسعين والموسين غان واي ام ار هذا الاسلاح الجديد المتواجد فقط بالي دروا بعض طبعا تقوم بتقوم وتقتل ستة من الاعداء باسلحة الاس ار اللي هي الكار الام عرب وعشرين الام وراح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعدها يا صديقي يقول لك تحرك لمسافة اكثر من سبعة الاف من الامتار اثناء تشغيل اي مركبة مع وجود زملاء الفريق بداخلها في الوضع الكلاسيكي. هنا طالبا من عندك حصن بالوضع الكلاسيكي. وايضا تقدر تسويها المهمة بالمصنف بالوضع المصنف او الوضع الغير مصنف. هنا مطلوب من عندك انه انت تاخذ سيارة وبيها اصدقائك. مو هم يكون من اصدقائك واحد داخل السيارة. وتفتر بالماب هنا مطلوب من عندك سبعة الاف تقدر يسويها بجيم واحد وتقدر يسويها باكثر من جيم. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك اقضي على اللاعبين باستخدام مقلاة لعدد ثلاثة من المرات ضمن فريق في الوضع الكلاسيكي. هنا اذا طالبا من عندك ضمن فريق يعني انت وتيمك. هنا انا طالبا من عندك انه انت تفنش ثلاث اعداء بالطاوة. تمام بالطاوة اللي هي المقلاة. تمام? رح تطلع لكم المقلاة بوسط الشاشة. هنا اه تقدر تنوك العدو او البوت باي سلاع عندك. اي سلاع عندك تنوكة. بس ما تجي اتفنشة لازم اتفنشة بالطاوة او المقلاة حتى تكمل وياكم هذه المهمة طالبها من عندك ثلاث مرات. يعني تقتل ثلاثة اشخاص او تفنش ثلاثة اشخاص بواسطة المقلاة اللي هي الطاوة. المهم اللي بعدها يا اصدقائي اللي هي يقول لك يقول لك احصل على خمسين من نقاط المساهمة اثناء فعالية معركة العشار. تمام? هنا طلب من عندك لازم تحصل على خمسين نقطة اه باثناء فعالية معركة العشار. طبعا اه فعالية معركة العشار او حدث معركة العشار لازم واحد انت منضم العشيرة وهاي العشيرة انه هي تشارك فعاليات اللي هي معركة العشار. لحد الان هذي معركة العشار تشوفوها. هنا هذي معركة للعشار يا قلوة لك تم التسجيل. يرجى الانتظار حتى تبدأ معركة العشارة. العدة التنازلي بعد يوم واحد تمام? بعد يوم واحد راح تيبدي sending احنا معركة للعشارة وراح يطلع اننا احنا راح نقابل عشيرة. انت لازم تكون منضموا العشيرة وقائد هذا العشيرة مثل انه هو مشارك بهذا الحدث اللي هو معركة العشارة. مثلا عندك السابة المعلومات هذل كلهم مشاركين وياي في معركة العشار وهذه كلها النقاط. فهنا معركة العشار من تبديل من نصير خصم او من يجينا خصم وانت تلعب بيوم كلاسيكية مو انت تلعب راح نحسب لك نقاط. هنا مطلوب من عندك فقط خمسين نقطة تشارك بمعركة العشار وراح تكمل وياكم. هذه المهمة بكل سهولة ان شاء الله. واذا تردون اشراء انها مقطع خاص فاني يكتبولي بالتعليقات واني حاضر ان شاء الله. المهمة اللي بعدها يا صديقي يقول لك اقتل خمسة من الاعداء باستخدام اس ستمية وستة واثمانين في الوضع الكلاسيك تمام انها طلبها من عندك بالوضع الكلاسيك وهنا ما طلبها من خارطة محددة تلعب باي خارطة يعجبك امن السلاح اللي هو ستمية وستة وثمانين هو من اسلحة الاس ام جي يا اصدقائي اللي هي بنادق الصيد بدنا ما تشاهدون هذا هو السلاح اللي هو الشلقان ستمية وستة وثمانين تلعب باي خارطة تعجبك وتفضل خمسة من الاعداء بهذا الاسلاح وراح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك التقض صدرية عسكرية المستوى ثلاثة خلال اثناش مباراة اه خلال اثناش من المباراة في الوضع الكلاسيك. طبعا انا طلبا من عندك الوضع الكلاسيك ايضا. وهنا انا اعتقد المهمة كل السهلة انه هو درع لفل ثلاثة اذا تريدون اسأل هذه المهمة بسرعة اللي يعبوا لي فيك تمام تلعبون اثناش جيم وهالي اثناش جيم عدكم اه درع مستوى ثلاثة او درع لفل ثلاثة راح تكمل وياكم هذه المهمة بكل سهولة. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك استخدم مجموعة طبية خمسة من المرات في الوضع الكلاسيكي. تمام المجموعة الطبية راح تطلع لكم هنا بوسط الشاشة مثل ما تشوفون يا زقائي هذه هي المجموعة الطبية تقدر تستخدمها خمس مرات تمام تقدر يسويها بجيم واحد وتقدر يسويها بعد ترميقية تمام مني نصر دمك له تستخدم المجموعة الطبية خمس مرات وراح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك اقضي على مئة من الاعداء باستخدام الانفور في وضع الساحة. هنا شنو طالبها من عندنا بوضع الساحة فبكل بساطة اروح هنا على الساحة وبعدها اروع العتاد وبعدها هنا مثلا هنا نختار سلاح اللي هو الانفور مثل ما تشوفون انا مختارة فهذا هو سلاح الانفور تجي هنا وتلعب مباراة الفرق المميتة او المستودع وتقتل مئة وعشرين لاعب حتى تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله. المهمة الاخيرة من مهمات الاسبوع الرابع والموسم الارباطعاش او شهر ارباطعاش يقول لك فقط اقضي على ثلاثين من الاعداء باستخدام الكار في وضع الساحة. ايضا هنا مدام هو ضغط منه بوضع الساحة تروح هنا على غير مصنف وبعدها تروح الساحة وايضا تروح هنا على عندنا الاسلحة بعد ما خلصت من اسلاح الانفور او هنا انت تخلي هنا مثل ما تشوفون مخلي هنا سلاح الكار فانت هنا تخلي سلاح الكار وتكمل المهمة وتقتل ثلاثين عدو وراح تكمل وياكم بكل بساطة ان شاء الله طبعا قبل ما ننهي شرح المهمات اتا تروح هنا طبعا اللي هنا يا اصدقائي اتمنى منعودكم ان تخلوا اللايك للمقطع وما يشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الاشعارات وبس اشوفكم وبخير اشتركوا في القناة